طبعيتك لحتركز مينلي على الفن والإبداع وعلاقته بالماركات الفاخرة العالمية فيك تخبرنا شو هايدي العلاقة بين الفن والإبداع وكيف أنتو بتواصلوها وبتدمجوها مع العلامات الفاخرة العالمية يعني ممكن تقولي من أي إندستري أي شيء واحد ممكن أنه يدخنوه للفن بيكون مؤثر عليه فمهمة جداً كمان إن الماركات تركز على الفنانين اللي هم المتواجدين في البلد وتفكيرهم الخاص فن ممكن يكون كمان فيديو في عندي جالريز كتير دا حين بيشوي الفيديوهات حق الشباب السعوديين كيف هما بيقدروا هما يوصلوا رسالة حقتهم عن طريق الموضع فاشن شوز دا حين مش زي أول دا حين نصر كل موضوع الفيديو والبريزنتيشن في الفيديو نفسه فهذا الشيء جداً مهم جداً وأنا أتمنى إنه كل المصممين يخشوا في موضوع إنه هما يعملوا الكونتين حقهم الخاص هذه هي طريقتي أنا كيف أنا تعاملت مع بولغري ومع بانكليف وماركات هذه العالمية كلها على أساس إنه أنا بعمل نوع من الكوريشن للبرودكس حقتهم حدقتهم بحطها ودمشها مع الماركات حقتي فالفكرة هي إنه نجمز بين الحضارة السعودية والفكرة العالمية الفكرة هنا ممكن كمان ليه ما نقدر إحنا نخلي إنه هو الماركات الأنيخة الماركات اللي هي معروفة تكون معروفة كماركات سعودية وماركات عربية كمان مثلاً طبعاً اللي صعب فضح الأبواب لنا كلنا من طبعاً أوسكارز مع هالي باي لبستها ونتمنى كمان الناس زي زا حديد زا أنيش كابور اللي هما فعلاً دا حين صاروا متواجدين اللي هو الانترناشنال لانسكيب اللي حق الموضوع واللوكجوري يعني بولغري ما شاء الله عندهم دا حين زا حديد وعندهم كمان أنيش كابور نتمنى كمان يكون في مش بس كولابراشنز يكون في كمان بروداكس تكون متواجدة عالمياً هذه هي التفكير صح نحنا أصلاً بنفتخر بكل الديزاينيرز العرب أو مثل ما ذكرت إنه إلي صعب هو فتح الأبواب صح فتح الأبواب على كل تقريباً المنطقة العربية